موسيقى ترابك ولف المداين وارجع لبابك النهاردة حلقة مميزة جدا 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 الفترة اللي فاتت او تحديدا الاسبوع اللي فات كان فيه كام حدث كده فلقينا ان احنا كاعلاميين ووطنيين وكمان فيه تحديدا الكيان المحترم الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي لقينا ان احنا لازم نوضح المشهد او بمعنى ادق ان احنا النهاردة نقدر نتواصل لانوضحن فيه لينك مفقود علشان نوصل لده كان لازم يكون معايا النهاردة في فقرتنا الاولى اللي انا بسميها فيها حاجة حلوة كان لازم يكون معايا دكتور عبير المعداوي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة كاسل جورنال البريطانية للصحافة والإعلام ونائب رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي اهلا بحضرتك وكل سنة وإحنتوا طيبين ومصر كلها بخير بمناسبة طبعا المؤولد النبوي الشريف يا ربي دايما علينا بصحة وبسعادة بصحة وجمال يا ربي دايما طبعا حضرك من ورانا في ناس من بلدنا وانا دايما انا عندي البرنامج من فقرتين من فقرة الاولى بتكلم عن مصر مصر اللي احنا بنقول هي كنانة الله في أرضها أحد حاجة في الدنيا مصر فبقول فيها حاجة حاجة واحنا في الاجتماع بتاع الحملة اها انا بمنتهى الأمانة كنت سعيد جدا بوجود حضرتك اشكرا وسعيد جدا بالكلام الجميل اللي تقال فكان لازم جدا نحنا نطل على جمهورنا النهاردة علشان نقول لهم يعني ايه مصر الأمانة النهاردة خلينا نبتدي نقول ان عنوان الحملة او عنوان الحلقة كبداية هي حكاية حب حكاية حب امبارح كنا بنستكمل يوم جديد من السعادة ما بين اولا انا مالكة مالكة ورئيس مجلس ادارة مالكة مالكة مبموعة كاسول الجورنال انا الصحبة بتاعتها ورئيس مجلس الادارة وفي نفس الوقت خلاص الحمد لله جالي تكليف يمكن من قيمة ساعتين ان انا بقيت نائب رئيس الحملة الوطنية للاعلام السياسي لدعم سيادة الرئيس وخليني ابدأ الاول هي احكاية الحب اللي احنا عايزين نتكلم عنها احنا ابتدناها الاسبوع اللي فات لما قلنا ان في قصة حب بدأت من القيادة بداية مش من 2013 يمكن من 2010 جميعنا نعلم اللي تعرضت اليه مصر من هزة عنيفة ولولا وجود محبين مخلصين حقيقي مجهولين محدش يعرفهم تمام ورا هذا الامان اللي مصر عاشته بجد فعلا ويقينا كنا فعلا اصبحنا في حال اخر جدا تأكيدا لكلام حضرتك كان فيه تصريح على لسان رئيس الروسي بوتي قال ايه قال المخابرات المصرية تحديدا سقور مصر اللي من برنامجي ناس من بلدنا ببعت لهم بجد بجد تحية اعجاب واحترام وتحضير واحلى واقت ورد قال لولا المخابرات المصرية كانت مصر وقعت مصر جتازت فترة عصيبة جدا جدا بزكاء ودهاء ووطنية ابنائها حقيقية هذا تكيدا لكلام حضرتك حكاية الحب النهاردة احنا هنعمل لها عدة محاور طبعا اول حاجة احنا عاوزين نفهم ليه الحملة دي طلعت وليه هي بتشكل الكيان الرئيسي كأول حملة مصرية جادة فعلية سيادية جاية بتعرف المصريين دورك حقك مكانك اعرف الحقيقة الحقيقة تحتاج الى بحس والبحس احنا هنقدمه لك من خلالنا ومن خلال منصقنا ومننا فينا كلنا نعلم جيدا ان كان الرئيس جمال عبد النصر والرئيس السادات والرئيس مبارك جميعهم كان لديهم الهيكل الاعلامي المنظم المرتب وكان ده كمان في الظل ان ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه التكنولوجي وما كانش فيه اللي موجودة والنيوز بيبر اللي موجودة والمواقع والآخرين وما كانش فيه كل هذا التشتت وهذا العباسية فيه نقل المعلومة ونقل الأخبار وبالتالي الاتاحة الفرصة للشائعات يعني كانوا محظوظين جدا الحظ هنا برضو بيلعب دور مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برغم كل الجهود الجبارة اللي احنا برضو هنحاول نذكرها هنا برضو في سياق الحلقة الهوة الكبيرة ما بين المجتمع وما بين القيادة هي اللي فتحت الباب أنا مش عاوزة أغلط فحد لكن الضمير الإنساني الإعلامي غاب عن المهنية غابت عنه المهنية وهو وفي نفس الوقت المهنية غابت عن الضمير الإنساني الإعلامي اللي سبب لنا في الآخر في مواطن مش عارف الحقيقة في مواطن بيسمع لكلام الآخرين وبيصدقهم هو نيسيوم ان احنا سنة 2013 لحظة مجي الرئيس وقال أنا معاكم وعملنا الثورة 2014 كانت الخزانة المصرية أو البنك المركز المصري كان فيه 12 مليار دولار النهاردة 45 مليار دولار جم منين لا بعد كم المشاريع المهولة اللي حصلت على أرض الواقع اللي برضو دلأسف فيه ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة تمام نيسيوم خالص يعني يعني آفة المصريين النسيان نيسيوم خالص انهم كانوا بيعانوا من مشكلة وقزمة القهربة كانت كل شوية بتتقطع طب دلوقتي انت ما عادش عندك كهرباء بتتقطع أو بتدفع تمانها بانت لازم تدفع تمانها لان انت ما عندكش انت ما عندكش فكان لازم ان احنا نرفع اسواتا بكل الدول اللي هي بتبيع انا لسه جاية من الصين من يعلم ان كل حاجة انت بتعملها انت بتدفع تمانها يا دولة الشراكية بالمناسبة تمام ومعروف طبعا الحزب اللي الشراك الشيوعي هناك ومع كده المواطن بيدفع تمان كل حاجة المواطن كمان مجبور ان انت هتخلف اتنين التالت انت هتتحمل نفقاته المواطن مجبور ان فيه اداء ليه احنا دلوقتي في معانا يعني شخصية مهمة جدا على التليفون نقول مساء الخير مساء الخير محمد بيه ازاي اهلا اهلا سعادة اللي هوها دكتور فوزي رمضان رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس اهلا بيك يا فندم اهلا بيك محمد بيه يا اسمع منورنا في ناس من بلدنا يا فندم انا سعيد بيدقايا معك ببقايا وبيضرنامك الجميل المصارة ربنا خلاح داك احنا معنا دكتور عبير المعداوي منوران النهاردة في ناس من بلدنا حضراتك تحب تقول لها ايه خلينا نمسي على ساعة الوزير الاول مساء الخير يا فندم خير دكتور إثنى ودكتور عبير اهلا اهلا بمعليك نورتنا يا فندم اهلا كانت لازم تبقى معنا النهاردة لا يا فندم يعني انت كده منوارة الدنيا كلها ويعني علامية لك باع كبير علاميا ودوليا وانا في نصر بسعادة جدا ان احنا تكون مشرفة القناة ومشرفانا شكرا يا فندم رسي ان شاء الله نكون عند قادر سيقاتكم تفضل طب فوزي به احنا بنتكلم النهاردة بعد المردود القوي للحملة في ربوع محافظات ومراكز مصر وانضمام اعداد كبيرة جدا لها رسالة الطمأنينة لحضرتك بصفتك رئيس الحملة تقولها ايه للمواطن المصري اللي بشوفنا دلوقتي والله الحملة هي مبنية كلها على المواطن المصري وهي كنحة شعبية يعني احنا بنعتبر نفسنا اه منتطوعين لخدمة شعب مصر وطبعا واقفنا مع القيادة السياسية ومع الدولة مع جمهورية مصر العربية ان مصر تستهل منها كل حاجة حلوة نعملها لان البلد ديتنا كل حاجة ف Dies فنحن يجب ان احنا رد الجميل لها من خلال الحملة دي ايه الحملة بتعمل المئتمرات والندوات الغرف منها تعالات الشباب وتعالات المواطن المصري بالمصر عليها حاجة 베خليا Qi خطيرة. آآ كل ما نقفل موضوع يتفلحينا موضوع تاني لان المتعملين علينا مش بسايبين مصر بحالها. آآ رئيس بيبزي الكود غير عادي عشان آآ مصر ترجع بقوة. الحمد لله رجعت بقوة عالية جدا. مصر اصبحت متواجهة على الاتحادل الافريقي. اللي كان في يوم احنا كنا آآ كنا برا برا الاتحادل الافريقي. آآ مطاوسطه ونقوده كمان. ومش كده بس واحدين الرئيس بيروح سوشي في رئيسي عشان آآ يانه يعني بقى فيه تنمية مستدامة للاتحاد الافريقي زي ما هو بيضار على مصر بيضار على افريقيا لاني افريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر والعرب. وطبعا انا يعني سعيد بكده وضواكي الشكر لسيد الرئيس حتى التحدي السيسي على جهود وجبارة اللي بيعملها باني يدع مصر على خريجة افريقيا سواء من ناحية السياسية وناحية الاقتصادية حتى ناحية العسكرية. ان احنا نساعد اخواننا في افريقيا من خلال منظومة التقامة المتحدة حفظ السلام والمرابين الدوليين ومشاركة في اه العمليات الخاصة بفك الاشتباكات بين اي اه دولة والاخرى بحس ان مصر ترجع لرئياتها السابقة ايام الزعيم المرحوم جمال عبد الناصر اه انا مصر بخير مصر قلب افريقيا وحضرتك ان كنت موجود معنا في المؤتمر اللي اتعمل فيه اللي هو اتقاص بالتصدير هو بعنوان اه مصر في قلب افريقيا لآآ اه على اه ناحية الاقتصادية وآآ خاص بالتصدير نفتح مجالات التصدير لفقيا افريقيا احنا انشاءنا ميناء الخط ملاحمة بين السخنة سويس والكينيا هو ده على فكرة يعني ده طلب من حضرتك آآ يا فوزي بيه الفترة اللي جاية انا حابب ان الحملة تشكل رحلات او يعني تجهز رحلات كده للشباب شباب مصر الجامعات والنقابات والهيئات الناس تنزل وتروح تشوف المشروعات دي على الطبيعة ده افضل رد حضرتك للشائعات وللمحاولات اللي اللي بتحارب الدولة الفترة اللي حضرتك الدكتور العبير موجودة اما حضرتك ايدي ده الوقت الان اي ما بازع الدور اتبارة ممكن من اسبوع اللي فات بتشكل اللي جاها اي عشان تنطلق بقى دوليا احنا مش نريد نكلم في نفسينا لاننا عندين خاطب الاخر والخاطب الاخر ده كذا حاجة منها افريقيا ومنها الدول العربية ومنها اوروبا منها شارع اسيا مصر بدأت تاخد دورها الاقتصادة وان شاء الله بعد ارتشفات الكبيرة اللي عندنا في الغاز والبترول وترسيم حدودنا البحرية أعتقد المرضود الاقتصادي وعلى النجاح الإصلاح الاقتصادي اللي قاله للأسداد الرئيس أعتقد أننا دكتور عبير موجودة مع حضرتك في الحلقة دلوقتي لها ضغط كبير جدا في هذا التازي المنظومة تمام تمام يا دكتور وهي أهل لها طبعا شكرا جزيلا سعادة الوزير طبعا بتوجهات معليك وبقيادك الحكيمة إن شاء الله إحنا هنوصل بالحملة بإذن الله لأفاق العالم كله يمكن إحنا فعلا نتحركنا نحية دولة الصين وأفريقيا وطبعا الميدل إس الشرق الأوسط كمان إحنا لدينا تواجه كبير جدا نحية القرى الأمريكية اللاتينية إحنا عاوزين نتواجه لهم يمكن أنا في 2017 كنت أعلنت إن هذه القرى معرضة لربيع لاتيني على إسواتا على الربيع العربي وبرضو فعلا بيتعرضوا لنفس النكاسات فإذا ضمينا الصوت الصوت العالمي الإنساني لمجابهة هذا الشر الموجه إلى مصر في حديثاتها فمصر تقود الآن وستقود ويمكن ما عليك قبل الهواء بتقول لي أنا أتحدى واخش في أي مناظرة مع أي حد مصر تقود العالم بالفعل مصر تقود العالم وستقود العالم في الفترة القادمة إحنا عندنا الإعلام الدولي إحنا مقسمين هنا في اللجنة الإعلام المحلي والإعلام الدولي زي ما أنا ذكرت مبارح في خلال السياق هنقدم المنظومة الداخلية الإعلام المحلي إزاي نحن نوصل مواطن لكن أهمية الإعلام الدولي الرسالة التي تذهب من مصر إلى العالم هو ده اللي أنا عاوز أكلام حضرتك ويمكن معلش عشان سعادة الوزير معنا لسه على الخط فهو يمكن هو من توجهات معلي وكنا حتى لسه في آخر اجتمام مع بعض قال لي أن عندنا إشكالية خطيرة جدا أن الكلمة اللي هي بتخرج ببساطة جدا من أي قناة أو من أي صحيفة أو من أي موقع أو حتى بوست على فيسبوك أو حتى بوست على فشوف مخابرات العالم كلها قاعدة ومستعدية للكلمة دي علشان تشتغل عليها بعد كده أي دولة في الدنيا حمل هذا الأمر خاصة في غياب وعي عندنا تصحر ثقافي نحن لازم نعترف بده وعندنا تصحر علمي وعندنا تصحر في الضمير كمان في الأوان الأخيرة أنا بعد عودتي المصرح حقيقة أنا شاهدت مكتش موجودة في المجتمع ده نتيجة إعلام مسيس دخل لعقول الناس ومن خلال السوشيال ميديا قدر يعمل هزة مجتمعية كبيرة أنا بشوف أن الحمل الوطنية بقياد السعادة للوزير اللي منحني ثقة وأنا شخصيا أنا بكن إليه احتراما كبيرا لأنه عقل نابغ وطني مخلص في كافة قانونيا وسياسيا وإعلاميا حقيقي هو توجهاته جميلة جدا وإن شاء الله إحنا مع بعض كلنا إحنا بنشتغل على نفس السياسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا بنتحدى التحدي وكلنا يد واحدة يعني كلنا جنود كلنا جنود النهاردة بجد على اللي بيحصل حولينا أو في العالم كله لما كناش إحنا نبقى جنود علشان خاطر مصر بجد ما نستحقش إن إحنا نعيش على أرضها طيب دكتور إحنا دخلنا على طول دكتور ليس معينا ساعة اللواء معينا طب ألو طب شكرا بنشكر طبعا السيادة اللواء دكتور فوز رمضان رئيس الحامل الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي خليني أبدأ معك بالإعلام الدولي قبل الإعلام قبل الإعلام الدولي أنا عاوز أتكلم برضو إحنا قلنا فيها حاجة حلوة إن سيدة مصرية تصل لمرحلة إنها تبقى مالكة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إعلامية كبيرة بحجم كاس الجورنال في بريطانيا أكيد علشان أوصل للمرتبة دي ما كانتش الطريق مفروش بالورود أكيد كان فيه مطبات أكيد كان فيه صعبات فالنهاردة الناس اللي بيشوفونا دي بقتي وخصوصا طالبت الجامعة اللي أنا بركز عليهم أولادي عاوزين قدوة فحضراتك النهاردة قدوة ليهم شكرا تقول لهم إزاي يوصلوا ومن أقصر طريق أول حاجة لازم يدعوها في ذهنهم إن لازم أنت تكافع عشان توصل حياتنا خلقت بالكفاح الأماني جميلة ولازم يكون قدام منك الهدف اللي أنت بتشتغل عليه لازم دايما تبقى صوب عينيك حتقابل كتير 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 هو عطقها اللي حيدربوك من القريب قبل الغريب أكتر بكتير ما يمكن تتخيله بس لازم تكمل برضو المشور طب لو وقع أم تاني لو وقع تاني أم تالت أنا هقول لحضرتك على شيء طب كاس الجورنال يمكن محدش يعلم أنها تعتبر الكيان الوحيد الذي زرعه في المملكة البريطانية لأول مرة كإعلام بدل ما كان بيوجه لصدرنا كرصاصة قاتلة لصدرنا لأ النهاردة إحنا بدأنا نقول الإعلام ده هو اللي من مصر للعالم وإحنا في الإعلام ده معانا الإعلامي الخلق والمحترم الأستاذ أحمد علي جوكر الحملة الوطنية لدعم رئيس أستاذ أحمد مساء الخير مساء الخير يا عزي محمد أخبار معليك والله أنا شلت كل الألقاب وخليتك جوكر يا باشا ربنا باركلي فيك يا باشا ده الله من كرم أخلاقك ربنا خليك طبعا مش عرفنا في الستوديو زي ما حضرتك شايف دكتور عبير المعداوي تحب تقول لها إيه أحب أقول لها حضرتك من وراء الحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي وانساء الله النهاردة عملنا لها تكليف نائب رئيس الحملة للإعلام السياسي على مستوى الجمهورية وبنقول لها ألف مبروك الله يبارك فيما عليك الأمين العام الإعلام الكبير المرموك أحمد بي علي خلينا نقول ده هو الدينيمو ده الدينيمو المحرك الذي لا ينام وإحنا بنتكلم إحنا وقفين قدام قامة مصرية عريقة جدا مخلصة جدا صحفي من الدرجة الأولى مهني محترف جدا يمتلك أدوات المهنية أو الاحترافية الصحفية اللي بنفتقدها النهاردة بس عليها كمان الضمير الإنساني الغائب فشوف بقى لما يبقى إنسان في كل المقومات دي وبيصهر ليل نهار هو مش عاوز حاجة إحنا كلنا متطوعين على فكرة إحنا بنسيب إحنا عاوزين يسأله ليه المجهود الجبار ده والستاذ أحمد بتواصل الليل بالنهار في الواتس بنلاقيك على الفيسبوك بنلاقيك في التليفونات حتى بنلاقيك إيه الحكاية ليه ده كل يا محمد بي أنا أعزو الله حضرتك حاجة فضل مصر كبير علينا قوي ومصر كبير عندنا قوي الله عليك إحنا لو مقفناش كلنا إيد واحدة مع مصر فضل إيبه خلاص هنجيب مين هنجيب ناس من بره مثلا تقف مع مصر لأ لازم كلنا ونضحب نفسنا ونضحب مجهودنا إحنا مش أحسن من الجيش إلا على الحدود مش أحسن من بتاع الشرطة اللي جوه البلد لا إحنا إحنا إيه اللي بنملكه كله إيه بالكلمة بنكتب ماشي ما نصهر ونكتب إحنا عادينا في بيوتنا إحنا عادينا في بيوتنا في الدفا وهم على الحدود في الساعة يبقى يشكروا ونرفع لهم القبعات كلنا إسمح لي يا أستاذ أحمد أنا إسمح لي أنا من ناس من بلدنا وأنا موجود عندما يذكر الجيش المصري لازم كلنا نقف احتراما وتقديرا لخير أجناد الأرض درع وسيف مش مصر بس أجناد الأرض درع وسيف الأمة العربية فمن برنامجي أنا وضفت العزيزة وكل فريق العمل بجد تحية احترام وحب وتقدير وإشادة واعجاب بكل بكل أفراد الجيش المصري من أكبر رتمة لحد أسهر مجند فضل السزاح وبعدين حضرتك دلوقتي السيد الرئيس عفتاح السيسي الرجل ده إما مسك مصر بنقول له الله يكون فعونك أنت مسكتها إزاي أنت مسكت بلد مهلهلة أنت مسكت بلد فعلا حضرتك يا سيد الرئيس قلت بلد شبه دولة ويا فعلا كتشبه دولة حضرتك إما يمسك البلد ويعمل مشاريع ويعمل مشاريع ويتحارب يعني حضرتك عامل زي اللي أنت بتجيب واحد وتأكله وفي الآخر بيجتمك الرجل ده بيعمل مشاريع وبيتحارب من مين من أخوان خلق الله في الأرض اللي هما الإخوان واللي هما التهبع بتاعتهم اللي هما التركية وقتر والعالم دي كلها عالم قسرة أستاذ أحمد أنا حابب أسمع منك رسالة كده لكل مصري وعربي بيشوفنا دلوقتي تقوله وي أقوله مصر أكبر بلد على مستوى التاريخ كله مصر مش مصر الوحدة مصر برئيسها مصر بجيشها مصر بشرطتها مصر بكل واحد فيها مصر بشعبها الطيب طبعا مصر بالإعلام بتاعها مصر بكل حشيء نضيف فيها مصر حلوة وبدعوا كل الدول العربية تيجي تعمل سياحة في مصر بدعوا العالم كله أن يجي تعمل سياحة في مصر ومفروض حضرتك أن يبقى في عندنا تنشيط جامد للسياحة عشان خطر السياحة دلوقتي هي اللي احنا مفتقدينها أنا هخطف منك هخطف منك الجملة ديه أستاذ أحمد وبوجه رسالة دلوقتي ومعايا ضيفتي العزيزة دكتور عبير المعداوي وبوجه رسالة لكل عربي لكل مصري تعالوا زوروا مصر مصر جميلة والله والله مصر جميلة وأأمن بلد في الدنيا وأجدع ناس في الدنيا إحنا المصريين مفيش زينا هو الفرق بس إن إحنا هنعملها عملي فضال يعني إحنا من خلال الحملة ومن خلال مجموعة كاسل جورنال هنعمل هذا الأمر عملي الهوة الكبيرة الإعلامية ديه تسببت زلزال بره وزلزال جوه انت جاي في الحملة ديه علشان تسد هذه الصغرة اللي دخل عليها الأعداء واشتغل عليها كل حاجة إحنا هنا درسينها كويس جدا خليني بس مسي على أستاذ أحمد باشا طبعا أخويا الكبير وعضو مجلس إدارة أنا بتشرف به معايا في كاسل جورنال وهو شرفنا بهذا الحضور ويعني هو قام إعلامية أنا أتشرف بها في المجموعة كمان كدوره طبعا زي ما أنا قلت الدينمو في الحملة خليني أقول إن إحنا بصدد أكتر من ملف إحنا هنتواجه ليه في الفترة القادمة خليني أولى الملفات اللي أنا يمكن حطاها في اعتباري إحنا طبعا بنخطط تخطيط علمي حديث جدا جدا إعلامي لا يخفى على أحد إن إحنا عندنا برضو عشوائية إعلامية نتيجة إن العلوم والأبحاث العلمية الخاصة بعلوم الصحافة اللي هي منتشرة أو الصحافة الدولية أو المحلية علم الصحافة عمتا غيبة عننا بيمكن من عشرين سنة وبالتالي كل شوية إحنا بنتصدى مرة بالجزيرة من ستة وتسعين ومرة بغيرها والكرسى الكبرى إن إحنا مقبلين على الإعلامة الواحد 2021 فكيف لمصر إنها ستستطيع أنها تقف أمام هذه الهجمات حيثما سوف يلغى الهوية تماما والحدود وكفت كل شيء عنك يعني إنسان بلا هوية يعني العالم كلها بها قرية صغيرة يريدوها يا قرية صغيرة هو مش عاوز ليك دين مش عاوز ليك وطن مش عاوز ليك حدود مش عاوز ليك مش عاوزك إنسان من الآخر طيب يعني أنت عارف يعني إيه ينتشلك من جزورك ويحطك زي مثلا فرع شجرة طاير في الهوى يفقدك هويتك أكيد خلاص حنواجهه إزاي هنا فإحنا هنا حطينا آليات بقى يمكن هوا ده أنا اللي قلتم بارح تفضل لا ده الموضوع ده محتاج حلقات وحلقات وبجد لأسف في الوقت بيدهمنا وحركة وعديني كده وإحنا على الهوى دلوقتي إن شاء الله فيكون معاه بإذن الله في أكتر من حلقة إن شاء الله علشان نقدر نوضح للمشاهدين دلوقتي وكمان زي من الإعلاميين والصحفيين رؤية حد عايش في أمريكا عايش في بريطانيا فكر الإعلام الموحد وخطورته على المجتمع المصري وإزاي إن إحنا نقدر نتلافى هذه السلبيات ونقدر نفضل وقفين على رجلنا ونحمي بلدنا ونحمي شعبنا الطيب اسمح لي هتديني الكلمة الأخيرة في 30 ثانية في 30 ثانية أنا عندي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد هو لا غبار عليه في أدائه وفي نشاطه لو حبينا إن إحنا نديله تقييم إعلامي على الأداء مش هيقل عن 95-96% لا ثانية واحدة الإعلام دوله فعلا كده إحنا مونطين بكده طب الأربعة في المية دول فين في السلبيات اللي حوالينا الليها الصورة ما بتوصلش للمجتمع وما بتوصلش الحقيقة صح وما بيوصلش الجهود صح فأدي أول النقطة نقطة الثانية إنه الهجوم على سيادة الرئيس هو هجوم بالذات على مصر يعني هو في الأصل هو بيهاجم مصر لذلك الحملة هنا لما بنقول دعم سيادة الرئيس يعني دعم مصر اللي نفكر إن إحنا طلعين بإن إحنا عشان شخص الرئيس فقط لا إحنا علشان وطن مصر جيشا شعبا قيادة حب كمان إن أنا أقول عشان خاطر دم الشهيد أوعوا تنسوا دم الشهيد لإنه كل قطرة نزلت منه علشان أنت تبقى حر النهار عشان أنت تتعيش وتبقى حر فيه فرق ما بين الاستعباد وفيه فرق ما بين الحرية كنت ممكن النهار ده وإنت قاعد مكانك تبقى عبد للخلافة العثمانية إيه رأيك كنت حتبقى موافق على كده تمام خلاص أنا مش ألاقي كلام أجمل من كلام دكتور عبير المعداوي علشان بجد أختم به فقرتنا الأولى اللي فيها حاجة حلوة بجد أنا سعيد جدا جدا وكان عنوان الفقرة حكاية حب وحكاية الحب إن شاء الله مستمرة علشان نقدر بجد نوضح الصورة أكتر ونخش في قلب الحدث ما نبقاش في دور المتفرج أو المشاهد عاوزين نكون فاعلين وفي قلب الحدث دكتور أنا مشكور جدا على وجودك معايا على وعد إن شاء الله تكونوا موجودة معايا في حلقات تانية إن شاء الله سعادة بحضرتك بكده انتهت فقرتنا الأولى هنخرج فاصل سريع إعلاني وهنرجع علشان نستكمل فقرات برنامج ناس من بلدنا فاصل ورجعين ترجمة نانسي قنقر